أولاً واللقاء أو الإطلال المعتاد للأستاذين جان عزيز وحسين أيوب مساء الخير أستاذ جان مساء الخير أستاذ حسين أهلا وسهلا فيكم مساء النور طبعاً في عنا عدة عنوين محلية وأقليمية وكلها تصب أيضاً في التقاطعات الرئاسية بالفراغ الرئاسي حسين أيوب اليوم عودة سوريا إلى الجامعة العربية خيا نبلش من أحدث خبر لهو عودة سوريا إلى الجامعة العربية وكيف ستتظهر هذه العودة في التاسع عشر من أيار ماذا تقول في هذا التفصيل أو في هذا التطور الذي طرأ من الواضح أنه يعني في مشهد جديد بالمنطقة حكينا عنه بالتفصيل المرة الماضية عن مجموعة التطورات اللي عم تشهدها للمنطقة فينا نسميها تحولات فينا نسميها أقل بس العنوان الكبير هو الاتفاق السعودي الإيراني بعضه هو العنوان الأساسي والمندرجات تبع الاتفاق في عدد من الأماكن ولا سيما هلأ عم نشوفها باليمن نحن على عتبة أيام من لحظة يعني اكتمال مدة الشهرين للاتفاق السعودي الإيراني بموازات هذين الشهرين اللي كانت تجربة بالتقييم السعودي والإيراني تجربة ناشحة حتى أنه أحد الدبلوماسيين بيقول أنه يعني ما نشهده حالياً على المستوى السعودي الإيراني بيشبه شوي لحظة تولي محمد بن سلمان وليت العهد والعلاقة اللي ربطته مع أم بزاد مع محمد بن زيد علاقة العشق والغرام قبل أن تتحول إلى نوع آخر يعني هالعلاقة في كتير مستوى عالي وتدحرج إيجابي وإذا بدك ثقة عم تنبنى بوطيرة سريعة بين السعوديين والإيرانيين بهذا السياق إجا قرار الجامعة العربية كلنا تابعنا الخطوات السباقية للاجتماع القاهرة زيارة وزير خارجية أردن زيارة وزير خارجية مصر زيارة وزير خارجية السعودية ثم اجتماع عمان واضح أنه اللي صار اليوم كتير كبير البعض كان مرهن أنه هذا الأمر ما يصير أنه تقتصر القصة على دعوة سوريا بسيطة دولة مراقبة البعض اعتبر أنه الأسد جثثي السياسي يعني أنه هذا المسار لن يوصل إلى أي مكان الناس عم تشوف الأشياء بتمنياتها برغباتها مش بالوقائع اللي موجودة قدامها القرار الكبير اتخذ عودة سوريا الكاملة للحضن العربي ترجمته تمت من خلال اللجنة الخماسية اللي بتضم السعودية ومصر والأردن والعراق ولبنان وجود لبنان باللجنة كان قوة الدفع الأساسية لأله وهي الموقف الأردني وهذا الشي يسجل للأردنيين بحيث أنه كانوا حريصين من البداية أنه يكون لبنان بهاللجنة عمليا السؤال اللي بينطرح بهذا المجال هل هذا المسعى العربي اللي عم بيصير لعودة سوريا هو خارج ومتعارض كليا مع التوجهات أو الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة المناخ اللي رافأ الاجتماع العربي وتشكيل اللجنة والدور الأردني تحديدا في هذا المجال يشي بأنه عم بتكون منسأة بمعنى أنه لجنة التواصل ستكون هي عبارة عن وسيلة التواصل غير مباشر بين الغرب وبين السوريين بحيث أنه الخطوات المتدرجة اللي راح تنعمل اللي عملوها بعنوان تحت خطوة خطوة وهذا البيان هذا الشي حكي عنه البيان نعم اللي طلعت بالموضوع السوري بتكون هي مناسبة لتطور تعامل الغرب مع الواقع السوري وصولا إلى إذا بدك الخطوة الأخيرة اللي هي عمليا والوصول إلى خيار رفع العقوبات نهائيا عن سوريا نعم هيدا مسار مش معمره لا أيام ولا أسابيع ولا أشهر هذا مسار قد يحتاج إلى سنوات بس عمليا نحط إذا بدنا نقول القطار على السك طيب هون بدي أحكي عن هذا التطور كيف سينعكس أو هل له انعكسات على الواقع السياسي اللبناني لو سمعت قبل ما أخد رأيي للسياس جان أول شغلة أنا بدي أقول بهذا المضمار يعني هي إذا بدك لفت انتباه إذا هذا المسار بلش بسوريا عم بيقوله ببلش من اليوم يعني عمليا سوريا ستشارك في القمة العربية في 19 هذا الشهر هذا المسار إذا بلش لو أين بده ينتهي بده ينتهي عمليا يمكن نقول بعد سنة يمكن أقل من سنة يمكن أكتر شوي بده ينتهي إلى المشروع الكبير اللي هو مشروع إعادة إعمار سوريا مشروع إعادة إعمار سوريا هو مشروع ضخم جدا وهو مشروع يعني عم نحكي عن مئات مليارات الدولارات هناك تقديرات بتحكي كان هذا الحكي قديم عن 300 مليار دولار ما خافي على حدا أنه لبنان رح يكون قاعدة أساسية ومنطلق في مشروع إعادة إعمار سوريا إذن على لبنان أن يكون جاهزا لتلقف يعني كيف لبنان اتلقى في التبعات السلبية من النزوح والأمن وغيرها والعمليات الإرهابية بمرحلة معينة على الواقع السوري ارتد علينا علينا أن نكون جاهزين لتلقف الواقع الإيجابي اللي ممكن ينشأ أو يسفيد منه لبنان اللي أنا برأيي قد يكون أهم من صندوق النقد ومن كل الاعتبارات التانية نعم وهيدا ما في خلافة عليه بين لبنان وسوريا والجغرافيا هي عامل أساسي بتحديد هذا الدور للبنان بالمرحلة المقبلة نعم استاذ جان بالنسبة لهذه العودة وبالنسبة للأمال يلي دفقت عند البعض أو عند جهة معينة أنه قد يكون لها انعكاس على الملف الرئاسي وتحديدا على خيار إسلامية الفرنجية هل ترى رابط بين الأمرين؟ خليني مميز بين ثلاث نقاط في عودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية في الاتفاق الإيراني السعودي وفي الاستحقاق الرئاسي بداية خليني أقول أنا أخشى من هذه الريتوريكة البلاغة العربية أنه انتصرنا يلي من 75 سنة من عيدهم بعد لسوق الحرز للنكبة أنه انتصرنا دائما انتصار سوريا دمرت 8 ملايين سوري خارج سوريا نصف مليون قتيل مجاعة وأنه انتصرنا لا بد من التدقيق بالمفاهيم أولا بالنسبة لقرار جامعة الدول العربية هو تطبيق مثل ما تفضل إحسين لمبدأ الخطوة خطوة لأقر باجتماع عمان سوريا قدمت لأول مرة القبول بذكر قرار الأمم المتحدة مجلس الأمن 2254 قدمت لأول مرة لجنة نازحين مع الأردن قدمت لأول مرة مكافحة جدية لتهريب جامعات محسوبة على النظام للمخدرات صاروا مقدمين حوالي 8 ضبطيات على الحدود اشتباكات الأردنيين عم بتم تصفية المهذبين وبالتالي هذه الخطوة اللي هو خطوة إعادة الجامعة هلأ الخطوة عند سوريا ماذا ستقدم قبل أن يقدم العرب على تقديم أي خطوة تانية هاي إذن سياسة الخطوة خطوة للموضوع السوري ما نعطيها أوهام على الطريقة العربية اثنين الاتفاق الإيراني يعني أي خطوة خطوة هلأت حزن خطوة خطوة وبالمنسبة اللي عم بيحصل اليوم بالموضوع السوري هو تطبيق حرفي لورقة جيفري فالتمن اللي أعدى لمؤسسة كارتر بكنون الثاني 2021 يومتها كانوا كل الأطراف بما فيهم السوريين رافضين هلأ عم تتنفذ خطوة خطوة إذا بتجعب تشوف ورقة جيفري فالتمن أنتقل إلى ملف الاتفاق الإيراني السعودي كمان مثل زميلنا بعد ثلاثة أيام بيتم مهلة الشهرين خلينا نشوف بالتدقيق الواقعي والحقني استرجوش بالعلاقات الصينئية قيل أنه الرئيس الإيراني سيزور مكة في الأسبوع الأخير من رمضان لم يحصل الأمر في العلاقة الصينئية أيضا منذ يومين النظام الإيراني أعدم مواطن إيراني عربي من الأحواز بتهمة أنه هو يجاهر بنضاله العربي وبالتالي هذا مؤشر على مدى هذا التقدم بالملف العراقي واضح أنه الفريق الإيراني في بغداد بات متوجسا من حركة رئيس الحكومي وهناك عودة سنية واضحة إلى اللعب السيادة في بغداد حتى هناك كلام عن عودة رغد صدام حسين الملف السوري زيارة رئيسي إلى دمشق والاستقبال المذهبي الذي أعد له والأنشيد التي حضرت في مقام السيد زينب لم تمر مرور الكرام لا في سوريا ولا في الدول العربية فبالتالي وصولا إلى لبنان الاستحقاق الرئيسي أنا أعتقد مرأت على اليمن لأن اليمن ما بدي أقول أكثر من أنه الإعلام السعودي واضح بمتابعة هجماته اليومية على الفريق الإيراني باليمن وما حصل لم يكن إلا شكل حتى اللحظة في اليمن يمكن صار بس ظاهرة واحدة تلفزيونية هي إجلاء المواطنين الإيرانيين من السودان نتيجة حرب السودان وهذا بيفتح باب العلاقة الإيرانية مع السودان ووجود الحرس الثوري بالسودان يلي كان أساس المشاكل بين الإيران والسعودي يعني أنت بتعتبر أن هذا الاتفاق بعد مرور شهرين من المبكر من المبكر خلي نقول من المبكر بس حسب اللي عرضته أنت طبعا وكأنه ليس له علامات نجاح مرتفعة حتى اللحظة لم يحصل أي خرق جدي ألا بيجعب لك على طريقة البلاغيات والشعبويات والغوغائيات فينا نقول أنه انتصار شو ما صار انتصار هايدي المقول الشهيرة أما إذا أردنا أن ندقق لم يحصل شيء ومن ذلك انعكاسه على الملف الرئاسي اللبناني مطابق تماما للي عم بيقول لك إيه إذا بدناك هلأ منفوط بالتفاصيل نعم لم يحصل أي تطور جدي بعد في هذا الملف خليني انتقل للملف الرئاسي والحركي اللي سجلت هذا الأسبوع وأبرز جولة السفير السعودي وليد البخاري بعد عودته إلى لبنان على عدد من القيادات والمراجع والشخصيات والرؤساء حسين أيوب قراءتك للموقف السعودي ربطا بالاستحقاق الرئاسي وبين أنه لا فيتو على أي مرشح وبين أنه ليس لدينا اسم وهناك كلمة الحل المستدام أو لاستعمل السفير البخاري شو قراءتك للموقف السعودي؟ يعني إذا بترجع بتستعيد التصريحات اللي كان يدلي فيها السفير السعودي بعد عودته إلى لبنان عشية الانتخابات بالـ 22 إلى ما قبل الاتفاق السعودي الإيراني كان الخطاب السعودي واضح بالتحديد ولسيما بالقول وقال السفير البخاري بتصريحات علنية أنه لا نقبل بمرشح لقوة ماني أذر إذا بترأي بتطور الموقف السعودي على مدى تقريبا سنة يعني عمليا مثل هلأ رجع السفير السعودي على بيروت يعني عشية الانتخابات على مدى سنة فيه تطور بالموقف السعودي تطور الأخير هو صار بالخطاب أو الشي اللي قاله ضمن اللقاءات اللي عملها يلي كان جزء منها رسمية مع مراجع سياسية ومع مراجع روحية وبالجولة اللي عملها ده بدنا نسميه الحلفاء السعودي في لبنان واضح أنه القول أنه لا فيتو بالسانو يعني بشكل واضح اعتبروها كل الفريق الثماني أذر يعني اعتبروه أنه هذا الشي حتى الفرنسيين يعني وهذا حكي يعني بلغوه الفرنسيين لمراجع لبنانية أنه هذا الشي اللي صار يعتبر تقدم ولكنه ليس كافيا بالموقف السعودي بس ولكن ممكن البناء على هذا الموقف طبعا عم نقول لتطور الموقف السعودي أين كان الموقف السعودي وأين أصبح اليوم وهذا الشي يعني لمسوا الرئيس بري بشكل واضح يعني بالحوار بينه وبين البخاري وكمان بالتواصل المفتوح بين المرادة وبين الفرنسيين بس هلأ يعني بالمعنى العملي حلفاء السعودية في لبنان إذا بدهم ياخدوا موقف شو بيعملوا يعني هل بيكون فيه ليوني يما بيكون فيه مطرحهم وقفين شو بيناعمل شو بيعمل السعودي واضح يعني عم بيقول أنه أنا ما عندي مرشح لن يكون عندي مرشح ليطفق اللبنانيون على المرشح اللي بدهم إياه قال لبعض الحلفاء لإلون حلفاء سعوديين قال لهم يعني إذا بدك ثلاث شغلات أول شغلة أنه المسار السعودي الإيراني مسار ثابت لا نريد لبنان ساحة اشتباك بين السعودية وإيران يعني عمليا المجلس الوطني للاحتلال الإيراني بطل الوظيفة بده يتلقاله وظيفة تانية ما حدا يعول على السعودية تكون رافع على أي حدا بده يعلي سقفه أو يحط حاله بمواجهة إيران قال لهم أنه بشار الأسد عائد إلى الجامعة العربية هذا قرار سعودي من ضمن سيائل وعلاقه وأنا هون بس بين مزدوجين يعني موضوع الذكر الأرار 2254 أنا رأيي يعني قلت سابعا أنه ما لم يعطيه الأسد بحرب سمرة 12 سنة ما رح يعطيه هلأ بس هل هذا الشيء اللي بده نيا العرب منه لبشار الأسد أنا بأعتقد مش هذا الشيء اللي بده نياه شو بده أنت حد بده منه مواضيع إلى علاقة بالدرجة الأولى موضوع النازحين بده منه موضوع الكابتاجون بده منه اعتبارات أمنية جدوى الأعمال أمنة وإلو علاقة إنسانية إلو علاقة بالنازحين أنا رأيي مش سألنين نهائيا على موضوع التسويه السياسي ورؤيته لسوريا بالمستقبل بالعودة للموقف السعودي يعني حلفاء السعودية كيف رح يتصرفوا بالملف الرئاسي كل حدا رح ينترك لحريته ولا كيف لا هل هذا ما عم نقول غير كافي وسامية فرنشي كان عبوله أنه أنا إذا ما كان في موقف سعودي واضح ما رح فوت قال لك يا هلا قال لك يعني قال لأنه ما رح روح على جلسة في تحدي للسعودية هل هذا الشيء اللي عملوه السعوديين كافة يدعي رئيس المجلس إلى جلسة أنا سألت الرئيس بري سؤال واضح هل ستدعو إلى جلسة بهذا المجال كان جوابه لا لن أكرر ما هذا لتحجزة للسعود عمليا عندما أدعو إلى جلسة رح تكون عمليا جلسة انتخاب جلسة انتخاب مباشرة إذن بالمدى المنظور بالمدى المنظور ما في جلسة أنا بأعتقد أيار صار ولا ظهرنا عندك القمة العربية وعندك الانتخابات التركية بنا نرأي بالمشهد عمليا بالشهرين المقبرين خلال شهرين حزيران وتموز بس كان في ناس عم بقولوا أنه بخمسة عشر حزيران رح يكون عنا رئيس يعني اسمعنا موعيد ضربت في كتير حكي عن هذا الموضوع في وجهة نظر هي وجهة نظر محلية وإذا بدك تعتبرها جزء منها خارجي أنه فليكن موضوع حاكمية نفصل بين الحاكمية وبين موضوع الرئاسة الجمهورية وفي رأي تاني عم بيقلك لا يعني الأمريكان من دعاة الفصل بين اتنان وفي رأي تاني عم بيقلك فليكن موضوع الحاكمية قوة دفع باتجاه انتخاب رئيسة الجمهورية لأنه لا يجوز أن يأتي حاكم على المصرف المركزي قبل انتخاب رئيسة الجمهورية استاذ جان عزيز الموقف السعودي جولة السفير البخاري الموفد القطري يلي أعتقد غادر اليوم بعد ما غادر كان بعد دور عنده معيد كان عنده موعد ببنشعي وطرابلوس عن فيصل كرامي الموفد القطري عندنا أيضا مثل ما لنا جولة السفير السعودي معطوفة على الرأي الأمريكي وعلى المبادرة الفرنسية للبعض يعتبرها أخدت المزيد من الدفع والبعض الآخر يعتبرها أنه بدأت تترنح كل هذا المشهد كيف يمكن أن نحدده ونصفه دعني أبدأ بالموقف السعودي صحيح السعودي وأصلا هيدا كنا قلناه عندك أنه سيعلن أنه نحن لا فيتور عندنا على أي اسم ولكن لن نضغط على أي حليف ولن نقبل بأي ضغط على أي فريق لبناني وهذا ما أعلن وبالتالي لم يتغير شيء عملي وكلام وليد جنبلاط اليوم بيخروجه من عين التينيكن واضح بهذا المعنى أكثر من ذلك المعلومات تؤكد أن السعوديين يقولون أن الحراك القطري هو تحت مظلتهم وبحطها بين مزدوجين لأنه I'm quoting أنقل حرفيا الحراك القطري هو تحت المظلة السعودية اتنين الموقف الفرنسي الموقف الفرنسي كما كنت قلت عندك هون كمان لحظ الماضي أنه سيكون عشية مواقف تهز موقف باتريك ديرال صدرت ابتتاحية رونو جيرار التي تدعيتها بقلب باريس كبير جدا أتوقع في الأيام المقبلة صدور مواقف صحفية إعلامية فرنسية أكثر قساوة وأكثر إزعاجا للبعض أكثر من هيك من يومين بالذات الفرنسيين أبلغوا الإيرانيين قلقهم على مصير المواطن الفرنسي سيسيل كوليري المعتقلة بإيران أكثر من هيك من 24 ساعة تم توجيه تهديد أوروبي سوليسي إيراني بريطاني ألماني بريطاني فرنسي لإلمانيا بموضوع النووي أكثر من هيك لا 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 إيران لا إيران لا إلمانيا عفوا لا إيران أكثر من هيك فرنسو أكزافيي بيلامي يلي هو نيب رئيس مجموعة الجمهوريين وممثل حزب الباب بالبالومان الأوروبي أثار موضوع إيران والحزب بشكل عنيف هي سلسلة من المواقف الفرنسية يلي ستترك أثار الواضح على تحرك باتريك دوريل أمريكيا كنت قلت عندك الأحد الماضي أنه ستصدر مواقف بيانة الخارجية كان واضح جدا ستصدر مواقف جديدة بنفس الاتجاه وعقوبات بنفس الاتجاه هل هذا بيعني أنه فيه أرار حاسم بالخارج باتجاه رئاسي معاكس بقول لك لا أنا بتقديري المواقف الخارجية رايحة على تحييد بعضها بشكل أنه التأثيرات الخارجية تصير شبه معدومة إلا إلا بحالة وحدة إذا صار اتفاق دولي كبير تسوي يعني دولي جمع إيران والسعودية وهلأ سوريا والأمريكان على شخصية إذا لا ما تستبعد أبدا تكرار تجربة انتخابات 1970 بينزلوا الفريقين على المجلس منهم متأكدين من فوز أحدهم وهي باعتقد معضلة نبيه بردي يلي عملت له هاجس من أربعة شهر لليوم مسكر المجلس لأنه منه قابل أنه يروح على جلسة مش عارف مين بيطلع منها يعني قد يتكرر سينارو الـ 1970 طبعا والنتيجة نفسها لا النتيجة مفتوحة ما تنسى إذا بدك تكرر المشهد يوم متى كمال جنبلاط هو اللي رجح فوز إسليمان الفرنجية انطلاعا من حيث تيارة الميراج اللي عملت مشكل بين السوفييت والعهد الشيبي واليوم الرئيس بيقول أنه أنا وجنبلاط متفقين على كل شيء ودايما بيعطي إشارات إيجابية إنه تمنوا بالكم أنا ووليد جنبلاط متفقين وماشي حالنا استاذ جورج فمشان هيك عم بيلك عم بتقول قد يتكرر سينارو الـ 1970 عم بيلك قد تتكرر نتيجة الـ 1970 كمان أنا هالناس اللي بدأ بالوقائع لا أتعلق بالأوهام ولا بالأساطير وأنا بعرف نبيه بردي من الـ 95 لليوم لم يصب بأي استحقاق رئاسي وإذا بدك من عندهم واحد واحد وإخرهم مش هالعون فمشان هيك هيدا الوقائع هيدا مش الأوهام كتار الناس اللي بيمشوا بالأوهام أنا بيمشي بالوقائع وبالحقائق التاريخية فمشان هيك أنا عم بقول أنه التأثيرات الخارجية واضح أنه رايحة على تعادل ممكن إذا مصر تسوي كتير كبيري نروح على لعبة محلية وهون الحراك اللي عم بيعملو اللعبة المحلية بين مين ومين مشان هيك عم بكمل قولك هون الحراك اللي عم بيعملو النائب غسان سكيف جدي جدا وصل لمرحلة كتير متقدمة ممكن يكون عم بمهد لهالسيناريو آآ من جلس عاك الحال هلأ بالجزء الثاني من الحلقة رح بيكون أحد ضيوفنا عاك بتسأله عن الأسماء ورح يشوف عن المواقف مع أنه سلف قال لي قال ما بده يفوت بالأسماء لأنه تحتى تضل القصص آآ ناجحة أو شي بس نجرب ناخد منه آآ قبل بدي أسألك الموفد القطري عنده اسم معي نعم بي لأنه دايما التحليلات بتقول أنه مرشح أو قطر تريد قائد الجيش أنه والموقف الأمريكي والموقف القطري يرجح خيار قائد الجيش إلى أي مدى هذه التحليلات دقيقة القطريين والأمريكيين والمصريين والسعوديين بدهم رئيس عنده صفتين سيادي وإصلاحي هيدا موقفهم الواضح والمعلن ما بعتقد حدا منهم فات بالأسماء ورغم محاولة استدراجهم يعني كتار كل اللي شاهدون صاروا هني يسمونهم تعرف اللبناني هو بيسمي شو رأيكم بفلان واستعرضوا معهم كل الأسماء بس لم يتم استدراج أحد إلى الأسماء استاذ حسين فعلا أنه هالموفدين الدوليين هالأد ما بيفوتوا بالأسماء لا مش صحيح القطريين بعتقد عندهم أجوندا يعني عندهم أجوندا إلى علاقة تحديدا بقائد الجيش عماد جوزيف عون ويمكن هي تعبير ضمنه عن موقف دولة موجود يعني خصوصا أمريكي وربما سعودي ضمنه ما عم بيعلنونه نهائيا الوحيد عم بيكون عنده الجرأة بالمجارة فيه هو القطري لكن بالوقاعة اللبنانية بالوقاعة اللبنانية اليوم بالمشهد الرئاسي فيه أربع قوى وازنة إلى علاقة بالمشهد الرئاسي عندك الأمريكان عندك الفرنسيين وعندك السعوديين وعندك الإيرانيين أو إذا بدك تقول حزب الله فيه هيد الأربع قوى إذا بدنا نجردهم بشكل سريع الفرنسيين واضحين الفرنسيين واضحين ومكملين بفرنجية وعم يبنوا يعني ما تبرين أنه فيه تطور حتى يعني مش بين حتى يعني الشي اللي قاله الأستاذ وقل أبو فعور معك كان المرة الماضية بالحكي بالجزء الثاني وقت اللي قالك عن لقاء الأنجريو يعني تعال الجو الخارجية غير جو الإليزي كان وضع بلك أنه فيه تطور إيجابي بالموقف السعودي تبلغ سألك ما تبلغنا من السعوديين هذا الشي بس بلغونا الفرنسيين رسميا أنه فيه تطور بالموقف السعودي عمليا عندك هو دي الأربع الأمريكي مش مهتم كتير بالموضوع الرئاسي سأل الرئيس برية لشاية أول مرة من حوالي الشهر رجع سألها آخر مرة بتمشي سألها عندكم مشكلة مع السلامية فرنجية قالت له أبدا ليش بدنا يكون عندنا مشكلة بل كعمل رئيس جمهورية ليش بدنا نعمل مشكلة معه لسلامية فرنجية قد يكون مش حابه الأمريكاني بس ما عنده مشكلة يامل رئيس جمهورية وأنا رأيي ما عنده مشكلة مع كثير يعني ياملوا رئيس جمهورية فإذا شو ناطرين السعودي القطري أنا بتصور القطري لم يعد يعني لاعبا أساسيا لا بالمشهد اللبناني ولا بالمشهد العربي الدليل اللي صار بالجامعة العربية خلاص أرر القطري ينضوي تحت المظلة السعودية خليجيا عربيا لبنانيا وسوريا لو اليوم القطري بده يكون قطري كان بالجامعة العربية اعترض لو اعترض القطري ما بيمشي الموضوع السوري لأنه كان بده إجماع لأرار الجامعة العربية خليني أعمل خلاصة واسألك شو رأيك قبل ما ننتقل لموضوعين آخرين بلقائنا اليوم يعني إذا قلنا الموقف الأمريكي حسب ما عم تقول قالت السفيرة دروثي شيلر رئيس بره إنه ما عنا مشكلة لماذا بده يكون عنا مشكلة الموقف الصعودي ما فيه فاتو على حدا وما فيه تبني لحدا المبادرة الفرنسية موجودة وطاحشة وماشية الداخل على تركيبته إنه بعد فيه قوتين مسيحيتين معرضين لسلامين فرنجية فإذا بالخلاصة هل الطريق شبه سالكي قدام اسلامين فرنجية يما لا حتى نظلنا دايما متحوطين ودقيقين لا يزال اسلامين فرنجية المرشح الجدي الأوفر حظا حتى هاللحظة اللي نحن يعدي فيها بكرة قد يتطور سلبا موضوع تاني أي خرق سعودي أو تطور بالموقف السعودي سينعكس بدرجة الأولى على موقف الأكس مستقبليين وهن عمليا صاروا معظمهم معتبرين الموقف معتبرين إنه الموقف السعودي بحدوده الحالية كافة لألون بس إذا أضاف الموقف السعودي عمل نقل أكبر بالموضوع الفرنجي بيحررهم أكتر وعاكل حال فيه موعد للسفير البخاري مع كتلة الاعتدال نهار الثلاثة بالنسبة لنائب وليد جملاط كمان نقل أكبر بالموقف السعودي التطور أكبر بالموقف السعودي بيحرر وليد جملاط بهذا الموضوع هل يكفي ذلك لأنه يصير إسلامية فرنجية لا ما بيكفي هذا الشيء حكينا عنه هذا الشيء بيعقد له نصاب الـ 65 بيصير فيه إمكانية لتوفير الـ 65 بس النصاب بتطرح النصاب إشكالية تاني أنا بيعتقد بالنصاب صارت القضية داخلية لبنانية لبنانية ما في أي تأثير اللي رح يكون للعوامل الخارجية بمعنى من سيكسر الموضوع التلت المعطل إذا أرر جبران بسيل يجي يأمن نصاب ولا يقاطع الجلسة أنا بيعتقد أنه ساعتها بترتفع حزوزه أكتر فأكتر لسامير فراجعية وأنا مش شايف أنه العرض اللي جايه من سامير جعجع بياخده على المحل التاني لأنه فيه هون واحد فتح له أتسرات وإله ارتباطات بالإقليم وما يجري في المنطقة اللي هو حزب الله وفيه واحد فتح له زهروب صغير وعم بيقول له أنت خصم الأساسي وأنا بدي أوسك بآخر هذا الزهروب اللي أنا مفوتك عليه يعني بعتقد أنه هو بده يختار اللي اللي بعتقد عنده حوار الوزير جبران بسيل بده يختار بأي اتجاه بده يروحه من الاتجاهين نعم أستاذ جان قلتلي أنه قد نصل إلى مطرح شبيه بالالف سعمائة وسبعين سليمان فرنجي ومين برأيك متوقفي على الحركة الخارجية والداخلة الخارجية اللي معايا المبعد مش واضحة ومبادرة النائب غسانسكيف بس خليني أقول لك لو أنه سليمان فرنجي عنده النصابين الدولي واللبناني كنا به بذي دعي على جلسة ولو ما فيها نصاب لأنه كان بيشكل لو في عنده خمسة وستين كان دعي نبيه بذي على جلسة تتشكل ضغط معنوي وسياسي على المقاطعين يلي ما بعوده قادريني قاطعه عدم الدعوة إلى جلسة هي الدليل القاطع على أنه حتى هذه اللحظة مرشح الحزب يفتقد النصابين الدولي والمحلي الحزب بيعرف ما بيقدر يروح برئيس يكسر إرادة المسيحيين يلي هو رجعوا المسيحيين لمن ضرب 17-20 والمسيحيين بيعرفوا أنه ما بيقدر يروحوا على رئيس تحدي لحزب الله بدهم يوصلوا على تسوية بين اتنين وهذا اللي مجمد الوضع بغياب أي تسوية دولية اللي بيقلك غير هيك بتكون من باب الأمانة والرغبين بعد عندي نقطتين بدي أحكيهم معكم أول نقطة إلى علاقة بالقضاء والتطور اللي صار بالنسبة للقاضية غادة عون وتاني نقطة أه استاذ حسين بالنسبة للجامعة اللبنانية في عندك أه تعليق أو رأي معين له علاقة ب مسألة تختص بالجامعة اللبنية أول شي خليني أحكي عن القضاء فصل القاضية غادة عون شو يمكن بالشكل اللي عملوا المجلس التأديبي يقوم أو يستند على مثل مقر 17 شكوة بس كلنا منعرف أنه باللبنان كل ما يتم يكون برسالة سياسية وبخلفية سياسية السيء باللي حصل هو أولا توجيه رسالة للقضاء أنه ممنوع تفتح ملفات حساسة وشائكة غادة عون بتحبها أو بتكرهها بترفضها أو بتقبلها ما فيك تنكر أنه فتحت ملفات وهون بعتقد بقدر ما أساء المجلس التأديبي للقاضي غادة عون كذلك الأمر فريق جبران بسيل أساء إلى غادة عون لمن حاول يسيسها بهذا الشكل مش من هلأ من أشهر ومن سنوات لما كان عم بيتبنى ملفاتها لما كان عم بيسرب بالإعلام معلومات مغلوطة لاستثمار عملها فمشن هيك هذا أمر خطير جدا أنك توجه رسالة للقضاء أنك ممنوع تقرب من ملفات نهي الخطير أيضا أنك تعمل انطباع أنه هاي المنظومة عم بتوجه رسالة لجبران بسيل أنه تفضل شوف إذا ما بتمشي معنا بخيارنا الرئيسة المترنح لينك شو بيصير بجماعتك بالدولة نفرم لك هون واحد واحد بس هيدا بشد العصب يعني بشد العصب معه يعني شعبيا بيصير فيه تعاطف أكتر أو بشد عصب جمهوره إذا هيك هني بيعتقدوا أنه جبران بسيل ما فيه يعيش بالمعارضة وبالتالي شد العصب لأله خارج السلطة ما بيفيده خاصة وأنه فيه على كتفه حمال كبير اسمه سامير جعجع يعني بشد العصب المسيحي لهايدا الشعبة والغرائز من هونيك يقبض هونيكي أكتر النقطة التالية اللي بدي أولى بموضوع غادعون أنه خوفي أنه كل هيدا تكون همروجي وقنبلي صوتية ما توصل لمطرح لأنه الهيئة العليا للتأديب القضائي يلي مكوني من رئيس مجلس القضاء أو نائبه وأربع عضاء نصابة لسوق الحظ مقتر تحكي نصابة السياسة الطائفة أقرب لغادعون فمشن هيك أنه ممكن كل هيدا العملية مع كل ضجطة بس تروح على الاستقناف لما تستقلي فايدا ما إلا إذا تم تعطيل نصابة لهذه الهيئة منكون رحها عن لكن الحال يعني اليوم عملت تغريدي غادعون عم بتقول إنه وطرحت أسئلة يعني عم بتقول هل أخطقت لما فتحت ملف الكازينو لما فتحت ملف الفساد بالنافعة لما فتحت ملف الفيول المغشوش لما طلبت تطبيق هلا أكيد ما أخطأت بفتح الملفات بس أخطأت بإنه اجتزقت ببعض الملفات هي بتعرف إنه بملف الفيول في اجتزاء وهي بتعرف إنه في ناس كبار كانوا عم بيتلقوا هدايا وتلفلة فيت ملفاتهم هلا ما بدي يفوت بهذه الملفات بيبقى إنه غادعون من الناس اللي لازم يكملوا بالقضاء لأنه القضاء بحاجة لحدة مثل غادعون بس ما يتسيس كل العمل الذي تقوم به حسين أيوب منروح على الجامعة اللبنانية ومنختم فيها يما عندك تعليق عن القضاء لا بالقضاء عندي شغلة واحدة صغيرة سريعة بدي أقول إنه بالقضاء يعني حبذة لو النواب التغييريين إنه حتى النائب سكاف وغيرهم إلى آخرين في مشروع اقتراح قانون قدمته المفكرة القانونية حول إسلالية السلطة القضائية أنا برأيي كل البحث باللبنان بالإصلاح يبدأ من عند القضاء لأنه الكارثي بوضع القضاء إنه المؤسسات اللي إذا بدك تسميها المصفية تحافظ على الوضع القضاء إن كان مش استقديفي ولا تفتيش أنا برأيي هوضي وضع كوارثي وسيء أسوأ من وضع القضاء نفسه وبالتالي حجر الزاوية إذا بدك ترجع تعيد بناء لبنان من أول وجديده وتعطي أمل للناس اللي برها بيبلش من عند موضوع القضاء بيبقى في الجامعة اللبنانية الجامعة اللبنانية أنا بس لأنه في كتير زملاء لأنه بيكتبوا معنا بالموقع وفي أصدقاء لأنه أتمنوا علي أنه نحن بهذا المناسبة نحكي شو ولو دقايق عن الجامعة اللبنانية الجامعة اللبنانية عم تواجه اليوم وضع خلينا نقول أزمة وجودية أزمة وجودية ليش؟ هيا الجامعة اللي تأسست بالواحدة وخمسين وتخرج منها حوالي تلتمئة وخمسين ألف طالب وفات عليها عشرات ألاف الأساتزة حضرتك من خرجين الجامعة اللبنانية طبعا خرجين الجامعة اللبنانية طبعا وأفتخر نعم وأفتخر طبعا كلنا نحن نخر بالجامعة اللبنانية بهالستوديو خرجين الجامعة اللبنانية اليوم بدي أعطيك مثل الجامعة اللبنانية نحن بنعرف شو معناتها يعني تأسيس الجامعة اللبنانية بالخمسينات بنعرف شو كان وقع بالستينات حالة النهوض المجتمعي انتقال شرائح من واقع اجتماعي إلى واقع اجتماعي آخر النهوض اللي صار الديمقراطي واليساري. الطبقة الوسطى. نشوق الطبقة الوسطى بلبنان. كله كان ركيزه الاساسية هذه الجامعة اللبنانية. طيب. انت اليوم قدام جامعة لبنانية فيها سبعين الف طالب. بالالفان واثنان وعشرين الفان وثلاثة وعشرين ما اضربت ولا نهار. بيقرروا لموازنة سبعة فاصل خمسة مليون دولار. عم بتعلم سبعين الف. في عندك اربع تلاف وخمسمائة استاذ بالجامعة اللبنانية. اربع تلاف وخمسمائة استاذ. في منهم ثلاث تلاف متعاقدين. تاريخيا لازم يكون عدد المتعاقدين لا يتجاوز العشرين بالمية. اليوم اتمانين بالمية من الاساسي اليوم الجامعة اللبنانية متعاقدين. عشرين بالمية متفرغين. الموازنة تبع الجامعة سبع فاصل خمسة. عندك منهم عشرين بالمية موازنة تشغيلية. اتمانين بالمية رواتب. حط مثل واحد جامعة وحدة قدامهم. يلي يخد نموذج الجامعة الامريكية اللي عندها لا يتجاوز عند الطلاب بستة الاف طالب. موازنت ده حوالي نصف مليار دولار. مهم. مهم. فانت اذا بتروح على تشوف الجامعات كليتها الخاصة. قديش بتخرج? عم بتحكي عن موازنات تصل الى حدود الاربع خمسة ايه? خمسة اربعة الى خمسة مليار دولار جامعات خاصة. لكن الحال يعني هاي ده هاي ده الصرخة. آآ ما بعرف قديش ممكن. لا انا رأيي انا رجع من لندن. حتى بموضوع يعني انا رأيي الموضوع. يعني هل تدعي رئيس الحكومة. موضوع التفرر. او وزير التربية او مين مسلا يعملوا جلسة لها علاقة بموضوع الجامعة اللبنانية واسات زيتا وطلابا. حتى المجتمع الدولي جورج. اللي كان قاعد عن بيقول انه انا ما بدي يعطي للدولة اللبنانية. يعطي للمؤسسات التربوية. لازم يعملوا خطة عشرية للجامعة اللبنانية. اليوم الميت مليون دولار للجامعة اللبنانية على مدى اربع خمس سنين. بتعمل فرق بكل التعليم. موضوع البي سي ار اذا دفعوا له نياه شركات طيران بيعمل فرق. يعمل جلسة لمجلس وزراء بقراء يقر ملف التفرق. يرجع لموازنة متل ما كانت قبل. اه. عكل حال. عكل حال بدي اطلب من الزملاء بفريق الاعداد. يعني هلأ اليوم الجمهور الموجود معنا هن من الجامعة العربية. كلية الاعلام بالجامعة العربية. ومن آآ المالكين القدامة. بتمنى انه الاسبوع الجاي يكون معنا من الجامعة اللبنانية. آآ طلاب واسات زيت. حتى كمان هيدا الموضوع اللي انت هلأ عم تحكي فيه نستكمله بجزء من الحلقة. ان شاء الله. انا بدأشكرك حسين ايوم. اهلا وسهلا فيك. آآ جان عزيز شكرا لألك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا لكم. من التقى الاحد المقبل باطلالة جديدة ضمن اولا بوهلأ شو.